سبحانه وتعالى مكن النبي صلى الله عليه وسلم من كفار مكة بعد فتح مكة لم يسفك دماءهم لم يقتلهم وكذلك لم يجعلهم في السجون بل عفى عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هداية الخلق النبي صلى الله عليه وسلم كسب هؤلاء وأخذ قلوبهم عاملهم بحسن الخلق فلابد أن يكون تعامل أهل الإسلام كتعامل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يجب أن يكون مهمة للتعامل النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر